طيب الآن عرفنا مقياس حتى نعرف الحق منهم منهم أهل الحق الآن ما نعرفهم بأنهم كثيرين فنقول هؤلاء أهل الحق سقط هذا المقياس وهذا المعيار ثبت سقوطه بالكتاب والسنة إذن ما هو الميزان حتى أعرف الحق في غمار الفتن والنوازل التي نعيش فيها هل هي هل المقياس أطيكم مقياس آخر وموجود عند الناس هل المقياس الذي يعرف أن هؤلاء هم أهل الحق أصحاب النفير العالي أصحاب الصوت العالي ما نقصد أنا بالصوت العالي الصحافة الفضائيات المغردين هذا لهم اللي ماكلين الجو الآن صوتهم عالي هل هم هؤلاء كلما كان أصاحب صوت عالي وصاحب وسائل إعلام متغلغلة نقوله هو اللي على الحق هل قنوات الاتصال الحديثة هي المحل الصحيح عندما نريد أن نبحث أين الحق في النوازل نوازل اللي تنزل على الأمة الفتن العظيمة النوازل يعني الفتن العظيمة نذهب إلى هؤلاء أصحاب الصوت العالي من صحافة من مغردين من وسائل من فضائيات نروح نبحث نقول شيء قلون هذين لحد تنديل طريجنا في النوازل وفي الفتن هل أصحاب النفير العالي هم أصحاب الحق وهم الذين يدلون هل الصحفي والكاتب والمحلل السياسي والمغرد هو الشخص المهيئ لكي نأخذ عنه ونتعلم منه ما هو الحق والباطل أيام الفتن هذا سؤال كبير طيب إذا قلنا لا مهم ليس هو هل أهل السياسة والمفكرين والمثقفين هم المؤهلين للحديث في نوازل الأمة كلها أسئلة أنا فيها عشان نبهنا من أنفسنا أين تذهب في حال النازلة ومن تتبع ولمن تسمع وبمن تقتدي بالمفكر بالمثقف بالمغرد بأهل السياسة أهل السياسة ممكن يوصل إلى أعلى منبر وهو يكتب ويقرأ فقط ما في شروط تانية إلا ما عليه جناية وما عليه كذا لكن يكتب ويقرأ يصل يشرع للأمة هذا أن أخذ عنه القول الناجز أن هذا حق وأن هذا باطل في النازلة في الأمة في مقاييس عوجت في المجتمعات المسلمة مقاييس عوجت ومعايير اختلفت أم هم الوعاظ بعضهم قد يغترب الواعظ على راسي من فوق الواعظ يعلم الناس دينهم ويعظهم ويرقق القلوب ويدرس في يعني في الفقه على عيني وراسي لكن هل هو المهيئ للكلام في نوازل الأمة واعظ أو نصف عالم أو أقول متعالم حفظ المتون حفظ الأحاديث حفظ السنة ولا حكمة هل هو هذا ممكن يتكلم في النازلة وأن أخذ عنه الحق في غبار الفتنة الواعظ أو أنصاف العلماء طيب إذا لم يكن هؤلاء ضوّلت علينا عطنا وين منه اللي نأخذ عنه أقول في بداية حديث للإشارة إلى من نذهب في النازلة ما قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي أصحاب الشوكة الأمراء السلاطين الملوك هذا قسم وقال أهل العلم والعلماء والعلماء لكن أي عالم قالوا العالم الرباني انتبه لهذه الكلمة انتبه لهذا القيد في العالم لأن يا أخوة ما يخفاكم أن ليس لكل لكل عالم من الحق في الكلام في النازلة هناك عالم حفظ المتون حفظ المكتبة هذه كلها حافظها عن ظهر قلب لكن ما عند القدرة على أن يكون من العلماء الربانيون لأن للعالم الرباني صفات تفرز فيها وتطلع من العشرة العلماء التي تقول هذا العالم الرباني الذي إذا نزلت من نازلة أنا عيني عليه عيني على هذا هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم لكن عيني على هذا ليش لأنه عالم ورباني ترجمة نانسي قنقر